بتنورني وبتشرفني النجمة الجميلة ياسمين جماد اهلا بك بنورانا كرسوني وانتي طيبة طايفتي وانتي طيبة وبخير يا ربا الرمضان كريم الله اكرم يا سامح يا شريرة موحة لو سمحت موحة يا شريرة خاطصة بصي احنا دايما انتشعب عاطفي فانا ببقى مش عارفة ما بيجيلكوا ادوار الشر بتبقوا يعني بالنسباتك مبسوطة ان انت في تحدي ولا بتبقى خايفة من الشارع من الناس لا بالعكس انا بحب الادوار دي جدا دايما الادوار دي بتشديني وبتستفزيني على الورق بشكل مش طبيعي يعني لما بيجيني مثلا سكرابت فيه دور بنت عادية هادية بلاقي ان انا مش هعمل حاجة يعني مش هبز المجهود فدايما الادوار اللي فيها حاجة وفيها شر وفيها حاجات من دي بتشديني جدا تستفزيني فبنزل امضيها على طول طيب سماح ايه اللي عجبك فيها يعني ايه اول حاجة عارتي قلتي لها دور ده انا مسكاة سماح بصي مبدئيا عندها حتة غل وغيرة مش طبيعية من بنات عمها ان هي دايما شايفاهم هم احسن هم معهم فلوس اكتر مع ان هم اللي اتنين عايشين في نفس البيت في نفس الحارة بس هم واممتهم تعبانة معاهم بالضبط يعني برضو ظروفهم مش في احسن حالها اه مع ان ابوها وامها معاها دي دول هم بس امهم اللي مربياهم وكل حاجة بس اه علمتهم كويس جدا فدخلوا جماعات اه هي متعلمتش معاها دي بلون امهم وهي فاعجبني فقلت لا انا هعمل ده انا عاجبني ده جدا ولسه بقى لسه ده احنا لسه بنسخن لسه الموضوع هيتطاوم بتيجعي لسه اوه اهد احنا هنشوف بقى سماح على الصدر البرد هتكسر الدنيا ان شاء الله طيب هتبدل هي شريرة طول الوقت ولا ممكن يجيلها وقت يعني تحس ان ده برضو ولاد عمها فتبقى يعني تبقى احناينا معاهم شوية بس يوم شاي زحرق قوي بس لا خالص يعني هي غلها مسيطر عليها من الاسف يعني ما فيش ما بترجعش ما بتسكوتش يعني بس هو في الاحداث اللي جاية كمان هنشوف اكتر لا في حاجات تانية كمان بتظهر غير الغل والحقد كمان عدد فيه مفاجآت جامدة بقى طيب انتي طريقة الكلام والوقفة والحركة والشع كلها دي عملتوها ازاي يعني انتي استاذ عبدالعزيز كده ما عدتو على الورق كررتو ناي باش اتلاقي كده ازاي بستي هقولك على حاجة اول ما بدينا اول يوم تصوير فطبعا اول يوم الدخول في الشخصية بيبقى شوية يعني لسه فاول مشهد بعد البروفا فاعدت انا استاذ عبدالعزيز مع بعض بكرة دي تاني مرة انا بشتغل مع استاذ عبدالعزيز حشات بعد فيلم كامب فبقلنا سنين سنين فاقعدنا مع بعض انا وهو فاقال لي ياسمين عايز واحدة تانية مم فانا الجملة ضربت في ودني مم فاقلت له ماشي فاقعدت نبص في الكلام انا وهو كده ونقرأ هي ممكن تتكلم ازاي عبوس راحت قلب على طول فلينا لها الوية اللي هتتكلم به هو والحركات وان دايما فيه دايما بنات بيعودوا يتكلموا بايديهم كتير انا مبكلمش بادي يعني انا بصي والله اتعدت سمحها التكلم بعد شوي القلوليك كيف الشارع سمح يا غلاوية ده اول كومنت سمعتك وايه تاني؟ ما تغليش على بنات عمك اكتر من كده انت بس شفتوا حاجة انت بس شفتوا حاجة انت ايه الجاي؟ سامح انا يعني اغلي يا سامح براحتك عشان نضيف لي في الاخر دراما واحدة بنتفرج فالمشاهة بيكون مبسوط اما بيشوف في اسراء يعني اسراء ده بخلينا دايما متشوئين نعرف النهاية هتبقى ايه بزبط وانا عرفت كمان المستلسة وفيه رسالة حلوة للناس يعني هو بيوري كل واحد الشر نهايته ايه والخير نهايته ايه بزبط بزبط انت اهم حاجة ان انتو عاملين لنا يعني توليفة حلوة جدا انتو مدي لنا رسالة حلوة عاملين توليفة حلوة مستلسل اجتماعي جميل وفيه دفا فيه دفا العيلة وفيه هتلاقي الروح موجودة روحنا في الكواليس هتشوفيها على الشاشة كلنا حابين بعض ومدام سهير رمزي يعني مش ممكن جمالها والله العظيم احنا انا اول مرة بشتغل معاها اه وعارفة لما تحسي انك فيه هيبة كده فانتي بترجعي ورا شوية بل ايه انت كل ده وفيه هيبة يا سامح يا غلوين ما انا لسه ما كنتش تفضلت فانا وهيت صاحبنا في ثلاث ثواني جميلة جدا جدا وحب كل واحد فينا في اللوكيشن بصراحة وحب شخصياتنا وحب احنا فاحنا بقينا عيلة في اللوكيشن كلنا مع بعض فالحمدلله طالع حاجة يعني الحمدلله تعبنا يعني طيب وبعد بقى يعني كت وانتي السامحة الغلوية اللي في المشاهد وبعدين وانتي بتحبيها بقى في الحقيقة بتفصلي ازاي ما هي دي بقى ما هي دي بقى يعني فيه مشاهد ما بيني وما بينها تتشاف لسه يعني قدام اه فبنحاول نق فيه قلبة غريبة الشكل بتحصل بالكواليس اه وقدام الكاميرا اه بس الحمدلله يعني بتحصل لا انتو عمين حالة حلوة وجميلة والف الف مبروك على المسلسل ويا رب من نجاح للنجاح وكل سنة وانتي طيبة ورمضان كريم تحب تقولي ايه الجمورك في رمضان وانتي طيبة اولا والله اكرم وكل سنة وانتو طيبين رمضان كريم عليكم ويا رب دايما في صحة وسعادة وحب وتفرجوا على سماح ايوة كلميني بقى كده حتة ادينا حتة سماح كده محدش فاوت سماح على صادة البلد ها عشان سماح مش سهلة حانيا ولا يزعى انتو طيبين انتو طيبين انتو طيبين شكرا بالله بجل دون شكرا